اشتركوا في القناة هو سؤال العبد ربه يلتمس رضاه او المزيد من نعمه او ان يسرف عنه السوء والدعاء عبادة من اعظم العبادات بل قيل انه افضل عبادة والعباد في امس الحاجة اليه فهو وسيلة لاستمداد العطايا من رب رحيم جواد كريم هل يستطيع احدنا ان يستغني عن الدعاء وان يستغني عن الله لا يمكن بدون الدعاء لا نسوي شيئا فهو الحبل السري الذي من خلاله يصلنا المدد من رب العزة جل وعلا والكثيرون مننا لا يقدرون الدعاء حق قدره يقول الامام الشافعي رحمه الله يعرض بهؤلاء اتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء سهام الليل لا تخطي ولكن لها امد وللامد قضاء فيمسكها اذا شاء ربي ويرسلها اذا نفذ القضاء الله تعالى يحب ان يسأل والعبد يكره ان يسأل قال الشاعر يوجه ابنه لا تسألن بني ادم حاجة وسل الذي ابوابه لا تحجب فالله يغضب ان تركت سؤاله وبني ادم حين يسأل يغضب ما العلاقة بين رمضان والدعاء يقول عز وجل في سورة البقرة واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فلاستجيبوا لي واليوم نوبيا لعلهم يرشدوا اين وردت هذه الاية الكريمة وردت في ثنايا وفي وسط ايات الصيام فقبلها قول الله تعالى ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرا وبعدها احل لكم ليلة الصيام الرفاث الى نسائكم والامام بن عاشر رحمه الله في تفسيره اعطى اشارة من خلال هذه الاية اساسها ان دعوة الصائم حرية بالاجابة عندما نرجع الى اسئلة القرآن اقصد ما سأل عنه الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الاسئلة يجيب الله عنها عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم مثال ذلك يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج ويسألونك عن اليتامة قل اصلاح لهم خير يسألونك عن الساعة ايانا مرساها قل انما علمها عند ربي وهنا واذا سألك بمعنى لابدان يسألوك وفعلا سألوا عن ذلك ويسألون وسوف يسألون عبادي واذا سألك عبادي ادافهم الله جل وعلا الى نفسه اضافة تشريف وحب وحنان واذا سألك عبادي عني فاني قريب ولم يقل هنا فقل كما رأينا في الايات السابقة حتى لا يكون هناك فاصل ولا واسطة بينك وبين ربك واذا سألك عبادي عني فاني قريب ما مقدار هذا القرب يقول تعالى ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اين يوجد حبل الوريد ليس فقط قريب بل هو جزء من ذاتك جزء من جسمك ولذلك فمعناه الله جل وعلا اقرب اليك من نفسك اجيب دعوة الداعي اذا دعان الذين عرفوا في اللغة العربية انه اذا كان لدينا شرط يكون هناك فعل الشرط ثم يتله جواب الشرط والاصل ان يقال في غير القرآن اذا دعاني اجبت ليسبق فعل الشرط جوابه ولكن الله تعالى فعل العكس فقال اجيب دعوة الداعي اذا دعان فسبقت الاجابة الدعاء اشارة الى ان الاجابة اكيدة وفورية اجيب دعوة الداعي اذا اذا من ادوات الشرط تستعمل مع ما سيقع مع ما تحقق وقوع اما ان اما ان فانها تاتي حتى مع ما ما يجوز وقوعه ومع ما يستحل وقوعه كذلك قال تعالى قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابد فعلا ليس للرحمن ولد سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفاء احد ورأى ابن تيمية رحمه الله هنا اشارة لطيفة وجميلة جدا فقال الرب سبحانه وتعالى اكرم ما تكون عليه احوج ما تكون اليه عندما تحتاج الى الله سبحانه وتعالى وتكون في حرج يعني تكون اكرم عليه تتكون عزيز عليه سبحانه وتعالى وانما يبتل العبادة ليعودوا اليه وليس ليضرهم ولا ليطردهم والدعو كما نعرف مطلوب في رمضان في كل وقت ابواب الله مفتوحة دائما ولكنه يتأكد في اوقات معينة على رأسها عند الافتار ان للصائم عند فطره دعوة دعوة لا ترد ولا سيما ان كان الانسان في محنة وضيق وهو دائما في حاجة الى استمداد المدد من الله سبحانه وتعالى ونحن في ظروفنا هذه نعيش ازمة نعيش محنة طال زمنها ونتمنى زوالها نتمنى زوالها ووسيلتنا ووسيلتنا لذلك دعوة رافعها سبحانه وتعالى هي الايام والغير وأمر الله ينتظر أتيأس أن ترى فرجا فأين الله والقدر يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله إذا بوليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله اللهم يا أرحم الراحمين يا مالك الملك فارفع ما ألم بنا فما لنا بتولي دفعه قبل وحل عقدة ذاء حال ساحتنا بضره عمة الأمصار والحلل فأنت أكرم من يدعى وأرحم من يرجى وأمرك فيما شئت ممتثل فلا ملاذ ولا من جاء سواك ولا إلا إليك لحي منك مرتحل يا الله يا ذا العرش العظيم يا رب الأرباب ويا معتق الرقاب ارحم ارحم ضعفنا وتضرعنا واكشف كربنا وأصلح حالنا وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وليه صحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام عن المرسلين والحمد لله رب اشتركوا في القناة